بسم الله وكفاء والسلام على عبادة الارضين السلام عليكم الكلمة قصيرة وجهها إلى الشباب أنتم تحلمون كثيرا وهذا سن الحلم أو الأحلام لكن الأحلام اللي تولدونها وردية يضفق ظلمية عموما لماذا؟ لأن علاقتكم بالمولى سبحانه وتعالى كنت كانت تكون غائبة أغلبكم لا يعمل في سبيل الله يعمل في سبيل السمعة وأغلبكم يعاني من البطالة أو من تهديد الرجوع إلى البطالة فالحقيقة هو مذابكم لا تفتوش بكل أدب إلى مرضات الله لن تروا أبدا تحقيق أحلامكم أبدا لأن الله سبحانه وتعالى من جعل الرسول عيسى الأسلام يعطينا الجسوة الحسنة والرسول عيسى الأسلام كان يشجع الشباب على الاستقامة وإصلاح الحال اليوم الإصلاح الحال الوهمي أكثر منه فعلي هي لحاء وأقمصة وحجاب ليس هذا هو الإسلام أرحمكم الله الإسلام أن تبدأ بنفسك بتجاهدها وتنقيها من الأباطل الشيطانية وتخرج أرسك مرفوض في زعك مع الشيطان هكذا يرضى الرحمن وإذا كان مقمتوس بالجهاد الأكبر لن ترجعوا بالجهاد الأصغر لأنكم ستشويون سورة الإسلام وهذا لا يجوز وقد يزيد من غضب الرحمن وتكون في رياع ورسوء حال لا قدر الله لكن دائما الأمل في الله يبقى لابد أن يكون شاكن فينا ونشجع الشباب على أن يرجع روح إلى الله ويصطلح معه ويعلم أن الله ليس كبير شيء وأن الله يقول هل يزاو الإحسان للإحسان ويقول والذين اهتدوا سيدنا هودا والسلام وعلى من اتبع الهدع